موسيقى لماذا يسمح الله بالألم سؤال الأجيال سؤال الجميع بغض النظر من أي خلفية أنت من أي ديانة سؤال من أول التاريخ إلى يومنا هذا سؤال سألوا أيضا كتاب الكتاب المقدس البعض منهم سأل كان بعاني من ظروف قاهرة وصعبة جدا وابتدى يسأل الله وأنا متأكد أن كتير من اللي بشاهدون عندك هذا السؤال ليه الله بسمح بالألم شو هو مصدر الشر من أين تأتي المصائب والبلاوة على حياتنا وهل الله صامت أم شايف كل الأمور اللي عم تحدث معنا لماذا لا يتدخل الله عندما نريد وأسئلة كثيرة رح نعالجها في هذه الحلقة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي أرحب بكم أجمل ترحيب وحديثنا في هذه الحلقة لماذا يسمح الله بالألم موجود معنا ضيف طبعا معروف لجميعكم القصيس عزة شاكر قصيس عزة راعي الكنيسة الإنجلية بمدينة نصر بالقاهرة وهو معنا في الستوديو أهلا وسهلا أسيس عزة أشكرك يا أسيس نظر لمحبتك لإستضافتك وده فعلا بيتي اللي أنا بحبه حبيبي ربني باركك ويعني بحب أقول هذا الشيء لمجد الرب الأسيس هو راعي كنيسة وأيضا مفكر وكاتب كتب عديدة اللي أثرت المكتب المسيحية ربني باركك يا أسيس لماذا يسمح الله بالألم ده ده موضوع مش الساعة كل السنين نعم كل السنين فعلا الكل بيسأل السؤال لكن أنا عايز أبدأ وأقول بس لكل واحد أني اوعى تنسى أن الرب صالح مهما كانت أزمتك مهما كان مرضك مهما كانت الظروف اللي أنت فيها اوعى تشك في حقيقة أن الرب صالح نعم يعني خليني أبدأ بالمفتحدة ده مهم جدا الرب صالح في كل ما يسمح في كل ما يسمح لكن لو هبدأ أتكلم على أسباب الشر والألم في العالم كتير جدا المشكلة أن في محدودية تفكير يعني بيبقى الناس أحادي البعد فقط كأنه عامل واحد فأنا هبدأ بشوية حاجات لمجرد مش كل الأسباب لكن هقول بعض الأسباب اللي يمكن تفتح أذهان الناس زمان القديس أثاناسيوس حامل إيمان قال الجملة دي وأنا عجبتني جدا قال في البدء لم يكن الشر موجود وأضاف إذن ما هو مصدر الشر؟ قال الناس فيما بعد بدأوا يخترعونه الناس هم اللي بيخترعوه ويحكمون صنعه لضرارهم إحنا مرات بنرمي كل حاجة تحصل لنا كأن السبب هو الله ودي مشكلة كبيرة أو بيبقى إما السبب هو الله أو الشيطان ما عندناش نقعد بفكر في كل الأبعاد فأنا اللي يهمني أني مجرد أنا موجود في هذا الظرف موجود في هذا الوضع فبصوب بكل اهتمام ليه يا رب يعني أطلع على الموضوع من أبعاد أخرى أنا عايز أبص على أبعاد كتير جدا فأنا في وكهة نظري واحد من أكبر الأسباب للآلام اللي إحنا فيها إساءة الإنسان استخدام حريته فالحرية الغير مسؤولة أنا في وكهة نظري ده أهم سبب وأكبر سبب لمعظم الكوارث اللي موجودة في العالم لو قعدنا نفكر فيه أدي أمثلة بسيطة جدا طبعا لازم نقر من البداية أن الله موجود وأن الله خلق الإنسان حر ربنا خلقني حر الإرادة وده على رأي القديس وغسطينوس لما ناقش بداء للخلق أفضل أفضل نموذج أن يخلقني حر الإرادة الله عايزني أحبه بإرادة الحرة أجيله بإرادة الحرة فلأني أنا حر الإرادة أنا بقى أسيق استخدام الحرية أنا كل يوم الصبح بقوم أقدر أقوم أروح الكنيسة أوروح بار أقدر أروح لشركة قدسين نصلي مع بعض وأقدر أروح بيوت الشر مش كده ولاي فأنا بقول لكل مش أنت حر ولأن أنا حر أنا بقني أنا بقني أبسط شيء لو هاخد لما بقول إساية استخدام الحرية كلنا عارفين أن التدخين ضر جدا بالصحة طب أنا بداخل وناس بنقول عليها في مصر عارف ما كان التدخين وبعدين الرئة يحصلها والمعرف شيء يحصله أجي أرمل لوم على ربنا طب ما أنا السبب مش أنا حر صح ولا غلط في الإطار ده يا أسنظار مجرد أضيف معلومات عشان أبا بوسق الكلام علميا علميا ويبقى اللي سمعني أن أنا مش بقول كلام للاستهلاك أنا هقول على عندنا في مصر هل تعلم أن فقط خلال الخمس سنين اللي فاتت حصل حوالي خمسة واربعين ألف حريق في مصر أنا باخد حوادث الحريق فقط إيه أسبابها؟ معظمها إهمال بشري إهمال بشري إذن الإهمال البشري تسبب في قد إيه كوارث أنا بقول لك أبسطها لما أجي أخد مثلا حوادث الطريق في مصر قد إيه؟ مش هدوش المشاهد بالإحصائيات لما نشوف بلد زي اليابان بلد زي ما عرفش إيه بلد منظمة مفيش حوادث طريق بالحجم اللي عندنا إذن إيه المشكلة؟ إيه الآلامة؟ قديني بدي نمازج عارف لما نيجي للمنطقة بتاعت حلوان وانت زورت مصر كلها وعارف مليانة مصانع لما عملوا دراسات على كم سرطان الرئتين في المنطقة دي اللي بيتنفسوا عوادم المصانع قد إيه؟ فلما يجي الواحد يجيله أمر زي ده يقول ربنا أو الشيطان منت في منطقة موبوقة منطقة فيها تلوث فلما أخد فقط فقط حرية إرادة الإنسان حرية إرادة الإنسان زي ما قلنا في مرة يجي زعيم مجنون يتسبب في حرب ويدخل بلد كلها في حرب نعم يموت قدئيه وناس تبطر أقدامها وإيديها إلى آخره يمكن أسيس في كتير ناس فهم هذا الموضوع اللي هي بسموها النتائج وعواقب أنه أنا بنتمش للصحة نتيجة مرض أنا بحط مصنع رح يسبب لي سرطان أنا بس في أحداث اللي هي خارجة عن حرية الإنسان مثل المرض ولسيما بالأطفال يعني شوف فلزة الكبد يعني واحد ومراته أجاهم طفل عم بيتمنوا بينتظروا سنين آه آه وبعدين فجأة هذا الطفل يصاب بمرض السرطان آه وهن أمام الحالة آه بين حجرين رحة آه بقامنوا بأ الله بس بنفس الوقت وينك يا الله آه تبعرفت كل الأسباب آه تمام لكن بتقابلنا حالات زي الأطفال وفيها فعلا سؤال كبير ولازم نجاوبه آه يعني مش هنمشي غير لما نجاوبه ومرات معناش الجواب آه طبعا صراحة طبعا ما هو أنا لسه كنت أقول لما هنيجي جزء من الجواب أني محدودية العقل البشر مش كده ولا إيه مأمية في المئة لكن لما آجي للأسباب ككل للآلام لما بص الآلام على المستوى العام فقلت الحرية الغير مسؤولة ودي سببت آلام كتيرة جدا آجي تلوث البيئة سبب قديه إحنا لوزنا البيئة بأدينا بأدينا مع أنه إحنا اللي لازم نهتم بالبيئة مش كده طيب لما نيجي نتكلم على أمام الرب أعد أفكر في اللي بيحصل عندنا في مصر وفي كل مكان مثلا لما تشوف الماء الملوث تسبب في بلوات دي الهوى الملوث بل الضوضاء بالضوضاء معمول عليها دراسة في مصر أنت بتمش في الشوارع وشايف اللي راكب متسكله ومشغل الكاسة على آخره والأفراح كل ده تسبب قد إيه في ألام هنا وغيرت بلك إلى آخره لما تيجي تقول معظم الخضار والفاكهة اللي بنكلها مرشوش سموم إحنا كل اللي بناخده بنغسل الفاكهة وهي امتصة السموم إثناء نموها الطماطم وكل الأنواع وفقدة الجودة بتاعتها والقيمة الغزائية بتاعتها المزارعين النهاردة كل شوية يرشوها سموم حماية ليها من الديدان والكلام ده كله لكن وهي بتجبر بتنص السموم كالنا نحن السموم الخضار والفاكهة الفراخ اللي بيجيبوها وتجبر ما عرفش في كام يوم بيدوها هرمونات كل ده عمل لنا إيه فنيجي نرمي اللون بعد كده على ربنا لا يا جماعة ده فيه أمور وأسباب كتيرة جدا الله لكن هرجع تاني لقال لا يساء فاهمي وأرجوك فكرنا لازم نرجع لسلطان الله إن حتى كل الآلام دي الله يستطيع بسلطانه إن يحول الشر إلى خير وإن يستخرج من الظلم نور ومن الآلام بركات يعني إحنا في الشرق الأوسط فعلا وبأ التدين أو مظاهر التدين الخارجي اللي ودى يعني بلادنا وشعوبنا بحروب كثيرة لأول ولآخر أنهار من الدماء وآخرها طبعا العراق والسوريا وأنا كنت هناك وشفت يعني المقاسي باسم الدين طبعا باسم الدين من ناحية تانية في الغرب عم بقولوا لأ الله أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر فحتى حكاها بيل جراهم قال يعني نو وندر أنت بتستغربوا بتقولوا وين الله طب لما الله أنت منعتوا الصلاة في المدارس ولما البلد اللي اتأسست على الأخلاقيات اليهودية المسيحية المبادئ المسيحية ولما البلد يعني عم بتطالب أنه نبعد كل هاي الأمور الإجهاد يعني قتل النفوس بالملايين بالملايين الشزوز الجنسي وعم بلغوا كل حاجة مسيحية اليوم في الغرب في اسم العلمانية بينما ديانات أخرى ممكن تيجي على الغرب وعم بيكبروا طبعا وإحنا باسم العلم فالنتيجة أنه في شرور في مقاسة في أشياء اللي بتحدث طبعا ضربات مالية مادية ديون دول يعني في خطايا الشعوب وده يا أساس نظار برضو نأكد عليه حرية إرادة الإنسان طب ما احنا عندنا دول ملحدة لكن ما دخلتش في البلاوي اللي دخلت فيها سوريا والعراق واليمن وليبيا اش معنى المنطقة دي الإنسان بحريته بس برضو كمان الله بعيد يعني الفكرة أنه يوم من الأيام رح نواجه الرب الشخص اللي بشرق الأوسط رح يواجه بتدينه وبسحره وبتزييفه والشخص العلماني والملحد اللي في الغرب كمان رح يواجه الرب فالتنين دي واجهوا الرب طبعا لكن خليني أرجع لسؤالك ونحاول سوا وحضرتك عالم كبير في الأمر ده اللي هو الأطفال طبعا وانا بتكلم عن تلوث البيئة وعن حرية إرادة الإنسان برضو ما ننكرش إن جزء من أسباب بعض البلاوي اللي بتيجي للأطفال نتيجة برضو فيه عامل بشري أو فيه عوامل كتيرة مش ممكن عقلنا المحدود يجيب أسبابها لكن فيه زواج أقارب بيسبب بلاوي مش كده ولا إيه فيه تلوث بيئة بيسبب بلاوي أنت القنبلة بتاعت هيروشيما مثلا وهي مرمية بحرية إرادة الإنسان أولا سبب الضمار قد إيه والأجيال اللي طلعت بعد كده نتيجة العامل النووي طلعت مشوهة لسنين فطلعت أطفال مشوهة والسبب فيه عنصر فيه عنصر بشري لكن فيه أسباب لا يمكن نعرف نوصل لها لمحدودية العقل البشري فإذا أنت قلت الحرية الغير مسؤولة الغير مسؤولة وتلوث البيئة تلوث البيئة سبب تاني كبير جدا فأنا بقول أن بالنسبة للأطفال ما عندناش كل التحليل لأن أنا مش الله عشان أعرف كل التفاصيل ده فيه أبعاد تفوق عقلي المحدود تماما تماما لكن لازم نرجع ليحنى تسع في الجزئية دي بالذات لأن جابوا المولود أعمى للمسيح وقالوا له من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى طبعا ده مولود أعمى ده مولود أعمى أنا من وجهة نظري أولا كنت قاعد أدرس كتاب لكمبل مورجن لفت نظري لحاجة مهمة جدا جدا تقسيم الكتاب المقدس عشان المشاهدين بعارف لآيات وأصحات النهاء اللي بين إيدينا تم سنة 1555 تقسيم الكتاب المقدس لأصحات وآيات ده مش موحة به ده اجتهاد بشري عشان يسهلوا القراءة واستخدام النصوص المقدسة فقال يحنى تسعة التقسيم والنقط والفصلات محتاجة ده كام بالمورجن إعادة في وضعها للآتي أنا بقول ده للآتي قال المفروض هم بيسى المسيح من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى لأن هم تفكيرهم يهودي وربطين بين الخطيئة والألم في مصيبة في حد يعني حدرتك وده لألوه أصدقاء أيوب لأيوب قال له أذكر من هلك وهو بريء أليس شرك كثيرا أثامك بلا حدود يا فقال لهم أنتم معزون متعبون مش كده ولا أنا اللي باستغرب له أسنظر أن يروحوا أسوص دلوقتي يعزوا يا رب إحنا معزون متعبون فأنا بقول بقول بني وبنفسي طب يا عم ما الجاي ليه لما أنت معزم متعب لا ده إحنا معزون مباركون إحنا معزون مستخدمون هم قال لهم متعبون لأن بيقولوا أنت فيك بلوة فيه مصيبة فإنت عملت مصيبة والرب بيعاجبك فالهم أنت معزون متعبون المهم ده كان التفكير اليهودي فقالوله من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى كامبل بيقول كان رد المسيح لهذا أخطأ ولا أبواه فلسطوب عايز يقول ليه إن فيه أسباب كتيرة دي تحتاج محاضرة كبيرة يمكن نتيجة عامل وراسي يمكن تلوث ما ياما ياما بتحصل حاجات أسباب كتيرة قال لهم كده بعد كده لكن لكي تظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني دي تتقري جملة واحدة تتقري جملة واحدة فقال الناس بتقراها لهذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه دي كراءة سيئة ليه قال وكأن عماه عشان يتمجد فيقول ده إيمان بإله سادي فإيه زنبه يعميها عشرين سنة الله أعلم كان سنه كام عشرين خمسة عشرين فمعقولة يعميه عشان يجي في الآخر الناس يأفونه أفدا الله شفاء الله صحة الله بركة مش من عند الله العمى والفساد والكلام ده كله قال يقول كده لهذا أخطأ ولا أبواه فلسطوب القراءة الثانية لكن لكي تظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام نهار ورح شفاء لكي يظهر من هو الله واللي كنا بنتكلم فيه في حلقة مضت آه إني إني تفتيح العيون دي العلامة الوحيدة إن ده المسيئة العلامة الوحيدة محدش فتح عيون ده كان جواب المولود أعمل لشفية ردوا على الفرسيين منذ الدهر لم يسمع أحدهم أنه فتح عيني مولود أعمل فرجعوا شتموا قالوا أنت بجملتك ولت بالخطايا يعني رجعوا أكدوا على الفكرة السائدة أنت مولود بالخطايا مشان هيك أنت المصائف تبعتك آه بالضبط يعني هاي الفكرة اللي عم بتصير يمكن فيه أسباب كتير إحنا ممكن نعزيها لموضوع الألم لكن الحقيقة أنه الناس بتتألم ويمكن البعض بيقتبس آيات من الكتاب طبعا المخدس يعني حضرتك اقتبست أيوب طب اللي صار مع أيوب يعني إذا ممكن ولو تعبرنا يعني شو اللي صار مع أيوب من ناحية أيوب يعني كان شخص كامل بيسمي الكتاب بار عم بعمل حسنات عم بقدم ذبائح الله مباركه في بيته مرته ولاده ممتلكاته كل شيء بوم الشيطان راح دخل سفر أيوب مش أكتر سفر يقول لنا لا علاقة بين الألم والشر ده أكتر سفر يقول كده لأن أول آية كان أيوب رجلا بار وحصلت له كل المصائب إذن المصائب ما كانتش عقاب للبل وعمالها فأدي أكبر إجابة إن لا علاقة بين الألم وبين الخطيئة هو سفر أيوب وأكبر إجابة مزمور 73 لما أساف يقول غيرتوا من المتكبرين إذ رأيتوا سلامة الأشرار وبعدين يكمل جسمهم سمين ليسوا في تعب الناس مع البشر لا يصابون إيه إلى آخره ويكمل كل ده أو إرمية أظن اللي قال أبرن أنت يا رب من أن أخاصمك لكن أكلمك من جهة أحكامك لماذا تنجح طريق الأشرار إيه ده لماذا تنجح طريق الأشرار وهكذا كل الكتاب حبقوك يقوله حتى متى أدعو وأنت لا تسمع أصرخه إليك من الظلم وأنت لا تخلص فكل ده أكبر دليل لا علاقة بين الخطيئة والآلم لأن للأسف لغاية النهار ده الناس فاكر لما يجي له شوية مرض يقول إذا أنت عملت حاجة ابنك يحصل له حاجة أكيد الرب بيعاقبك أكيد الرب بيؤدبك لأ هذا أسلوب غلط بس الكتاب المقدس ربط مثلا مريض بركت بيتحزنة في آية 14 لا تذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشار متفق معك تماما تماما مرات بيكون بسبب خطيئة الإنسان يعني متفق معك تماما أنا كتبت وقلت كده أني الخطيئة واحد من أهم أسباب الألم لكن ليس كل متألم أخطأ أمين فقلت الجملة دي فهي قد تكون ليه طبيعي جدا الخطيئة بتسبب ألم ده يكفر الشعور بالذنب ده ممكن واحد يقع في الخطيئة ونتيجة الخطيئة يخسر في لعب أمار فلوسه وبيته وممكن نتيجة الخطيئة يحصل له إيدز وممكن مش ممكن كده طبعا طبعا نتائج الخطيئة لما أنا مرضيتش أضيفك سبب تالت أنا قلت الحرية الغير مسؤولة وتلوث البيئة لكن الخطيئة فيه نتائج يعني أنا باخد من مقدارات جسمه رح يخل أنا عم بهمل في جسده رح أمرض لكن أنا عايز أقول ده عشان أحرر العقلية اللي ربط على طول الخطيئة والآلم فأنت ذكرت الأسباب أسيس طب إحنا السؤال كان لماذا يسمح الله بالآلم يعني طالما في أسباب ليه لما أقول يعني 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 لما أتكلم عن البركات اللي الرب بيبارك بها إنسان متألم سداني تاني مهما أقول أنا كتبت كتبت كتير قوي عن الواكه الآخر للآلم الواكه الآخر للآلم آه بيسمح الرب بيسمح الرب لكن هل فكرنا في الواكه الآخر للآلم إحنا جينا عند الأطفال وغير الأطفال لأن أنا جاي من مصر وخلال الأسبوع اللي فات فيه ظرفين حصلوا جوه الكنيسة ظرف واحد من اللي بيخدموا في الكنيسة راجل محترم جدا لكن جات له غالبا زبحة أو غيره في ربع ساعة انتقل في ربع ساعة الحادث التاني بنت عندها 24 سنة من أفضل خدام الكنيسة كانت بتخدم في اجتماع دادي خبطتها عربية دخلت المستشفى بغيبوبة كسر في الجمجمة وأربحتها مماتت لا الألام كتيرة كتيرة بشكي بشع التجرب اللي بنشوفها لكن هل فكرنا في الواكهة الآخر للألم مرات دا مش بيستوعب زي ما قلنا على قضية الأطفال وأنا قلت في الجنازة قلت الرسول بوليس قال يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض إلى آخره كبعد المش الله حكمته عالية جدا هل أنا قدر أوصل لها؟ أنا معرفش لكن أنا لما شوف الواكهة الآخر للألم لا في واكهة آخر كبير جدا يعني أنا وأنت بتتكلم تذكرت التلميذ لما كانوا بيتكلموا مع المسيح في لغة 13 وعن بيتكلموا على حادثة صارت في أيامهم أنه بلاطس بلاطس الحاكم الروماني في اليهود اللي فاتوا يقدموا ذبائح وبيعبدوا رب وبيعطوا التقدمات فبقول خلطة يعني دمهم بذبائحهم طبعا وبعدين المسيح كان جوابه أعطى المثل اللي كمان حدث في أيامهم ناس عم بابنه جنب الهيكل في وادي قدرون اللي هي بسلوان قدام جناح الهيكل عم بابنه وفي برج وقع عليهم وقتل 18 مين يعني؟ فكان الجواب للظاهرتين الظاهرة الأولى هي يد بشرية إنسان مجرم ظالم دبح اليهود والتاني حادثة طبيعية كارثة طبيعية يعني بابنه شيء خير للهيكل وللمنطقة فوقع فبقول المسيح يعني إن لم تتوبوا فكذلك جميعكم تنكون فكان جوابه إنه ما سوامش ولا آه طيب وخصارة يعني بتعرف كيف إحنا مقاب منتعاطف كان جوابه التوبة يعني كان الجواب صعب يعني حتى مرات إشي مش مفهوم لإلنا في عقلنا البشري طبعا أنا يا سيد نظار يعني بحب أرفع أنظار الناس رغم أن أقول أسباب الآلم حرية غير مسؤولة وتلوث البيئة ولو هنحط أسباب كتير نحط لكن بقول إيه وعا تنسوا سلطان الله سيادة الله آه الله مش بيفاجأ بالحدث الله مش مجرد متفرج على العالم على رأي جونس توت حط تشبيه جميل في كتاب من كتبه قال ما معنى ما تتصوروش الله زي اللي قاعد على كرسي البحر فقاعد مدد رجلية ومجرد بيتفرج أو شغل العالم وسابه وقاعد يتفرج عليه هو خارج أبدا ده كل شيء عشان كده بنقول ضابط الكل ضابط الكل وبه يقوم الكل آه يعني متماسك مترابط حصلت حادثة حادثة والبنت ماتت والخطأ خطأ بشري سواق مجنون ما فيش قوانين مرور أفترض لكن كل ده في النهاية خاضع إلى سلطان الله وإلى حكمة الله تمام ولا لا لا 100% فأنا بطلع بعض الجوانب أوريجانوس قال جملة برضو أنا بحبها جدا قال نطوب أنفسنا لأن إلهنا فنان عظيم يستطيع أن يحول الأزمات إلى بركات هو فنان فنان بيطلع من الأزمة وكل شيء خاضع فأقول لك بعض الحاجات اللي أنا فكرت فيها من ناحية سلطان الله والألم أين كانت وأقولها عشان كل مشاهد يتشجع قلت أول حاجة عناية الله تعطي المؤمن نعمة احتمال سواء كان خطأ بشري سواء كان معرفش إيه لكن لما الرب بيسمح وأنا أو حضرتك أو أي واحد يدخل في أزمة بيديني نعمة احتمال فالرسول بوليس قال بوضوح أمين هو الله الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون يعطي مع التجربة المنفذ فهو أمين مش هيجرب يا مؤمن مش هيجربك فوق استطاعتك وهو عارف إمكانيات كل واحد فينا وقدراته قال لي بوليس تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل لما أقول حاجة تانية الله بيتوحد معانا في آلمنا مش قاعد يتفرج موجود كان مع شادر أخو ميش أخو عبدالله طبعا في وسط النار طبعا ده لما ظهر لشاول يقول له شاول شاول مش لماذا تطهد اندراوس ولا بقول تطهدني أنا أنا لما نقرأ خروك 16 يقول للرب حرب مع عمليق إلى دور فدور وبعدني يقول إن اليد على كرسي الرب يد عمليق يوم ما تمتد على شعب الرب وكأنها امتدت على كرسي الرب هو بيتوحد بينا لما يقول كنت جائعا كنت مريضا كنت مسجونا إمت في ابن المريض في ابني اللي انتوا سجنتوه اللي انتوا عزبتوه فانا بقول هنا فيه لكن الله بيتوحد لما أخد الواحد وعشرين شاب اللي اتدبحوا في ليبيا تمام واعمل تحليل للمشهد تحليل واحد وعشرين شاب ما عملوش أي حاجة اتمسكوا واتدبحوا في ليبيا فيه خطأ بشر ولا ما فيش فيه تجارة باسم الدين ولا ما فيش كبح كبح ما بعده كبح لكن هل الرب خارج المشهد يقينا أنا قناعة الشخصية قلت ده الرب كان ظاهر بوضوح زي ما كان استفانوسك ده بيرجم اتخيل ان كانوا شايفينه واضح جدا قدامهم اواهم وشجعهم وهما بيتدبحوا وهي ده نعمة ربنا سمح بالتجربة سمح صدقني انا قلت يومها للناس في الكنيسة قلت ان كانوا فيه واحد وعشرين ذبحوا لكن فيه واحد وعشرين الف على الاقل جمل المسيح اكيد فليه حكمة اعلى اعلى من افكارنا الديقة جدا احنا بنشوف الحاجة المنظورة قدامنا والله خارج نطاق الزمن يعني بشوف كل شيء طبعا طبعا احنا شايفين المشهد ظلمة لكن بالنسبة للرب هو شايف بعدها هيكونوا عنده ومعاه ومستمرين في حال افضل افضل والمشهد على مستوى العالم بيغير ملايين لما بتشوف ويغير افكار ويغير مفاهيم وهو معاهم احنا احنا ككنيسة يا سنزار زرنا عائلات الواحد وعشرين شاب نزلنا بعد الحادث وخدنا مايكروباس الكنيسة وروحنا زرناهم قيل لنا الشاب فيهم اللي كان زي الاسد ده قالوا ده كان اجبا شاب فيهم كلهم واعا في القرية كلها ده بلا مبلغ من اهليهم قالوا ده كان في البلد معروف الجبان سموا بعد كده الاسد وبيسألوا مين اللي خلاه في قوة الاسد يسوأ 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 من هنا بقول سلطان الله سلطان الله اب يسمح بازمة لكن هل بيسيبنا في الازمة ابدا وقد تكون الازمة بسبب شر الانسان شر الانسان لكن وسط شر الانسان هل الله خارج المشهد جوه المشهد متداخل في المشهد انا طولت عليك لا لا شكرا كتير اذا في عندك اي سؤال اي استفسار منحب نسمع منك وعلى فكرة منحب مداخلة منك او تعليق في هذا الموضوع اذا عندك فكر مخالف او بتحب تسأل بكل سرور ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا اعزائي ما زلنا في حديثنا عن موضوع لماذا يسمح الله بالألم ومعنى القصيس عزة شاكر اهلا وسهلا قصيسنا اهلا بيك كنت طبعا بتتكلم انه الله بيتوحد معنا انا عاوزك تكمل الفكرة فعناية الله بتدي المؤمن نعمة احتمال وقت الألم اللهم بيتوحد بينا كما انا اقول عناية الله بتحول الألم والشر الى خير وده نلاقيه في كل الكتاب مثلا واحدة من القصص قصة يوسف نعم اخواته عمل ومؤامرة نجحت المؤامرة مش دي مش دي اليد البشرية نجحت المؤامرة لكن الرب صاحب السلطان استخدم المؤامرة لي للخير نعم قال لهم انتم قصدتم لي شرا اما الله قصد بيه فانا بقول عناية الله يا كل مؤمن بتستخدم الشر اللي من حوالينا احيانا لخيرنا لما نيجي ليوحنة خدوا يعني اسمه اي دا اللي كان الحاكم اللي بيتطهد الكنيسة ديكلاديانو ونفاه لجزيرة باطمس ورماه في باطمس لكن هناك في باطمس انفتحت السماء وراء رؤى الله وكتب أروح الأصفار في يد بشرية يد بشرية تدخلت واتطهدت وعيشت الانسان في مرار لكن وسط المرار الله حول الشر إلى خير وعندنا كتير نمازج لكده أكتر من كده بقول حاجة تانية عناية الله بتستخدم القلم لإنضاك شخصياتنا حصل معايا بصدقة والحصل معايا الرب يسمح أدخل في أزمات ما في أزمة إلا والرب بيبركنا من خلالها وينضج في شخصيتي ويكبر فيها روحيا وفي ثقة بيه وتسليمي ليه والتكالي عليه وأكون أمام يسوع بقول بصدق قدام أخويا لأستنظار غير الأول تماما هل أنا عزت بتاع من عشر سنين أبدا أبدا إيه اللي حصل الرب استخدم ظروف وألام وأنضجت في الشخصية وأنا بشكر ربنا من الآيات الجميلة اللي قالها داود قبل أن أذلل أنا ضللت أما الآن فحفظت قولك في المزمور 119 خير لي إني تذللت لكي أتعلم فرائضك عجبتني الآية جدا يعني أتاري الآلم جه عشان ينضج في شخصيتي وبيسقل في حياة وبالزبط يسقل في شخصيتي إلى آخره وكتير يعني طبعا ما ننكرش إن الآلم ممكن يجي ياخدوا أحد بعيد أو يقرب للربنا المهم رد فعلي أنا ممارات الناس بيجي لها الآلم وتكفر بربنا لكن ممكن يكون رد الفعل إيجابي وفعلا يعني بيختلف الأمر تفضل لا كمل لا بقول بتعلق في طبيعة هوية الإنسان معدن الإنسان إذا كان فعلا دهب بيلمع بيصير نقي وصافي والامتحان يعني يعرف المرأة ويكرم عند الامتحان بالزبط فعلا بيبين إنه قدع هيك صامد يعني وثابت وفي ناس مثل القش اللي بتتحرق بسرعة طبيعي حطوا كل الملامة على الرب أنت ذكرت أنه الله له السلطان له السيادة الكاملة وبنفس الوقت أنت ذكرت أنه الله صالح وهاي النقطة اللي ركست عليها في البداية أنه عشان ما ننسى أنه رغم كل الأشياء اللي بتصير تذكر الله إله صالح بس مراتي كتير أسيس وانت راعي كنيسي يعني أكيد بتمر في هاي الأسئلة منحس كأنه الله صامت يعني وينك يا رب إحنا بعصر السرعة محتاجينك إسا شوي أسرع من الشورة دك على الموضوع أنا كتبت في مرة بقول في الوقت الذي تظن فيه إن الله صامت يكون الله في قمة العمل صامتوا لي حكمة مفهوم الزمن يختلف عندنا عند الله وأنا ينبغي بقول له يا رب الدين يقين يقين في حكمتك في محبتك في توقيتك ولما أسد إن الرب ليه توقيته في التوقيت المزبوط هو بيتدخل وبالطريقة المزبوطة لأن مرات إحنا كمان بنفرض عليه طريقة إحنا عايزين يتدخل بس بالصورة الفلانية بقول لا ما أبعد أفكاري عن أفكاركم أنا هتدخل لكن عمر ما الله يكون صامت عمره ما يكون صامت في كمة العمل مش بيتفرج علينا لأنه حي وناطق بكلمته فهو دايما بيتواصل طبعا ودايما بيتفعل ممكن أسألك بعض الأسئلة طبعا أسيس خد رحتك أنت عامل كتب في هذا الموضوع فخلينا أنا منفتح أنا منفتح لا يسوي يعني عامل أكتر كتاب واحد منه في العهد القديم إن الله هو إله الدماء وبعدين كاتب كتاب تاني اللي هو فيه أسئلة وأجول سفر التقوين آه في موضوع العنف واحد من الأشياء اللي بالذات لما منكلم غير المسيحيين بقولك تمها عندك في العهد القديم آه يعني بتشوف العنف آه وبتشوف شو ردك على الموضوع هذا سداني يا أسيس نظار لما درست معظم حروب العهد القديم ونبول بصدقه قدام الرب أني وجدت الخلاصة أقول أن ما في حرب بتحصل والله بيطلب مثلا أن يدخلوا في الحرب الفلانية أو يحصل إبادة لشعب أو لبلد إلا لسبب من أسباب تلاتة أولا ليعلن أنه إله قدوس ليعلن أنه يكره الخطيئة ليؤدب شعب على شروره الله مش بيعمل حاجة بصورة عشوائية فمرات لما الناس بتقرى العهد القديم يفكروا أنهم متحيز لبني إسرائيل واستخدمهم عشان يبيدوا الكنعانيين والأموريين والحثيين إلى آخره بقول لو أي واحد بعدالة جاب أجندة ومسك العهد القديم وشاف الرب عاقب أي شعب قدي وبني إسرائيل قدي يكتشف أن أكتر شعب اتعاقب بني إسرائيل أكتر شعب لأنه عنده عمره ما يعرف عمره ما يعرف التمييز العنصري وهو إله كل الكون وكل إنسان هو صنعت إيده وكل إنسان غالي عليه ليه يقتل ده وليه يستفق ده أو ينصر ده أبدا أبدا لكن ده هو إله لأنه قاضي البشرية لأنه إله العدالة لأنه إله قدوس فحصلت الحروب علشان إما إظهار أنه هو قدوس أو يقرأ القطية أو بيحمي جسم البشرية وأنا شبهتها بتشبيهين في الكتب اللي كتبتها كتبت زي مثلا لو طبيب جراح وحد رحله يكشف عنده واكتشف أنه فيه هنا ورم خبيس وقال له حبيبي علشان تعيش لازم نبطر الجزء ده هل نقول على الطبيب أنه ده جبار ده قاسي بالعكس ده منتهى الرحمة أن يبطر الجزء ده عشان الإنسان يعيش فييجي جزء في جسم البشرية زي سدوم وعموره ورم سرطاني الورم السرطاني ده هيفسد كل جسم البشرية طب وهو قاضي البشرية حامل البشرية فاضطر يبطر هذا الجزء ليه عشان يحمي جسم البشرية لما نيجي ناخد بني إسرائيل بني إسرائيل لما نقرأ سامويل مش دخلوا حرب مع الفلسطينيين وتقاتل منهم أربع تلاف قالوا بس ناخد تابوت الرب ونشيل تابوت الرب في أقدس من تابوت الرب وندخل الحرب فهننتصر وكأنه تعويزة دخلوا الحرب هم كان في خطية والرب بيقدبهم على الخطية بدل ما يقولوا نعترف وانتوب عن خطيتنا لا ناخد التابوت تعويزة دخلوا تابوت هنا أبناء الكاهن عالي أولاده اتنين اللي كانوا مرسوا الخطية أشر اتنين في باب الخيمة دخلوا الحرب اتقتل تلاتين ألف وأولاد عالي ما يتوب إذن هنا الله ما عندوش تمييز عنصري ده بيقدب والله لأنه هو الله يقدب بالطريقة اللي شايفها لكن لما بتقرأ بقية القصة أنه بتشوف حتى الفلسطينيين كان عندهم غيرة وخوف من الله طبعا إله إسرائيل أكتر من يعني لما اضربوا كتير وانضرب الإله بتاعهم داجون وإلآخره رجعوا تبوت الرب ومعاه تمثيل أيوة وحطوه في حقل وأهملت إسرائيل في بيت شامش كان الحديث وأهملت في هذا التبوت اللي هو رابز حضور قدش الرب قتل من إسرائيل خمسين ألف وسبعين يعني بتشوف أنه تقريبا ضبل اللي راح من إسرائيل لأنه تهاونه في موضوع حضور الله أنه مش الله مخاوز يعني أنه بعدين كمان يعني لاحظ أنه هذا القتل اللي إحنا بنحكي عنه في العهد القديم كان في منطقة جغرافية محدودة ما تلعوش عن هاي الجغرافية هاي حتى لما حاولوا فوتوا على أدوم والمؤاب والعمون أدولا مش لإلكم يعني منعهم فبالنسبة لأرض كنعان كانوا بمارسوا كل الرجسات والنجسات والخطايا وممارسات الجنس مع الحيوان والإنسان وقات للأطفال آه وقت للأطفال والذبايح لمولكم وكل الأشياء وعطاهم تحذير أربعمائة سنة أربعمائة ثلاثين سنة وبرده ما تابوا طبعا بالدليل أنه رحاب قالت إحنا سمعنا شو رب عمل مع المصريين سامعين آه ومع كل هذا لم يكن أنا عشان كده أقول له كل بيسألني أقول له طول بالك أول حاجة مش هتلاقي حصل إبادة لأي شعب إلا بعد إنذارات عديدة جدا وطول أنات من الرب لا تتخيلها بمئات السنين فعايز إيه بعد ما أقول توب إرجع وابعث إنذارات وانتظر مئات السنين لما جاءت دب أبنا وحش ده بالحكس ده إحنا لو تخيلنا دولة بلا قاضي بلا قضاء تبا دولة بايز ما الله دي هاي النقطة الجزء الآخر من التوازن في الصفات الإلهية لعدل الله طبعا ممكن أسأل كمان هيك نشوف كيف إحنا معنا شوية وقت يمكن ربع ساعة آه في أشاية 45 آه بقول عن الله إنه هو مصور النور آه وخالق الظلمة تمام صانع السلام وخالق الشر آه يعني على طول أقول لك آه خالق الشر شو ردك على هذا السؤال طب سداني يا أساس نزار أنا خدت شهور في دراسة هذه الآية وباختصار شديد علشان توضح لذهن المشاهد لما أجل حتة خالق الشر اللي أراها يقول لها يبقى أي شر ربنا هو اللي عمله حد يجي له كانسل ربنا هو اللي جابه بلوة في بلد يبقى هو اللي عملها إلى آخره لما درست أولا نقول القرينة بتاعتها الآية دي اتقلت أمتى أمتى سنة كام ليه نقرأ أول آية في شعياء 45 عن كورش يبقى اتقلت أمتى إثناء العصر الفارسي وهم في عند كورش نعم في الوقت ده كان فيه عندهم بيعبدوا إلهيا أهورة وآهرمان إله الخير وإله الشر والناس تعبدوا إله الخير عشان يديهم خير يعبدوا إله الشر عشان يبعد عنهم الشر تمام اللي حصل في الوقت ده روح تدارس كلمة الشر إيه المقصود بيها هل المقصود بيها الشر بالكلمة دي هل المقصود بيها المرض هل المقصود بيها حرب إلى آخره أبدا ده كان المقصود بيها صدقني درستها بكل قرائنها المقصود بيها السابي اللي هم كانوا فيه كان بالنسبة لهم ده منتهى الشر إزاي الرب يسمح نبه في البالوة دي في السابي ده وعندي آيات كتير على كده ما فيش وقت لها لكن هم بيقولوا الشر وبيعبدوا إلهيا جه الرب في الآية دي بالذات أولا كان بيؤكد على تلات حاجات الحاجة الأولى وحدانية الله ما فيش إله للخير وإله للشر أنا الله أنا الله أنا الله جاي خمستاشر مرة في الأصحاح ده ويأكد كتير أنا الله وليس آخر أنا الله لا إله سوى ليه بيقول ليس آخر لا إله سوى عشان الإيمان بإلهين بيقولوا ما فيش إلهين السابي ده مش عملهولكو أهرمان لا ده ده كله تحت سلطاني تحت سلطاني فيقول أنا الله وليس آخر فكان كل التأكيد كل التأكيد إن هو إله متحكم في كل ما يحدث كل ما يحدث فأول حاجة وحدانية الله اتنين سيادة وسلطان الله سيادة وسلطانه ليه وهم في السابي رودتهم فكرة ضعف يهوة لأن كان الإله القوي هو اللي شعبه ينتصر فقالوا بس دي بقى إلهنا ضعيف دي بقى إله الأشهرين أكبر من إلهنا فلما تقرى الأصحاح يكلمهم عن الآلهة اللي بتصنع بينما فيه إله بيصنع الآلهة اللي بتحمل والإلهة اللي بيحمل فبيلهم مين أنا علشان تشبهونني وتساونني وبيقول لهم ده دول بيجيبوا الفضة في الكيس ويفضوها ويصنعوا إله ويشيلوا الإله ويحطوا الإله في مكانه ومن مكانه لا يبرح فتيجوا تقرنوني أنا بالقاليها اللي تصنع فلما رودتهم فكرة ضعف يهوة قال لهم أنا صاحب السلطان والحاجة الثالثة بر يهوة وبر يهوة المقصود بيها أن لأني إله بار البر ليه جانب إيجابي وجانب سلبي الجانب التاني البر يخلينا أقدب حضرتك أب لما نقول أنت أب صالح جزء من صلاحك أنك تقدب ابنك الغلط مش كده أو ليه طبعا فأنتو غلطتو فأنا بقدبكو وده جزء من التأديب فاللي أنتو شايفينه شر أول تاني المقصود بيه السابي ده أنا ده تحت سلطاني وأنا سمحت بيه وسمحت بيه لو جبت قراءة تانية لفترة معينة في الإصحاح اللي بعده وهخرجكم من ده إلى خير تاني يتكلم عن إله بيل بالظبط وبعدين أنه محمولة على الحمير حتى الحمير صارت تجد وتشكي من الحمل وأنا حملتكم فعن بعلمهم درس في هذا الموضوع فأدي أدي اللي كان بيعلنوا الله فلما يقول أن أنا خالق الشر ما يقصدش كلمة الشر على العموم اللي في مفهومنا النهاردة لا يذكرش أنه المصدر يعني آه لكن يقصد السابي اللي هم فيه وأنه هو اللي سامح بيه لأن كل شيء تحت سلطاني كل شيء تحت سلطاني بعدين لما منقرأ في كل القريني كلها بتشوف معاملات الله معهم طبعا يعني هذا الشيء رابع ممكن نضيفه معاملات الله بالضبط إنه ما بتنتهيش عند محدودية الإنسان وخطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان طبعا يعني حتى هذا الفشل اللي أنتو سبب لكو التعب والسابي حولوا للخير باستخدام مسيحه اللي هو ممسوح من الله بالضبط كورش حتى يرجعكو من السابي إلى أرض النعال واحد يتأمل يقول إزاي كورش يعني يقول ونبه الرب روح كورش يعني أطلق نداء بعودة الشعب مين نبههم مش ده يؤكد سلطان الله كله تحت سلطانه في سؤال يعني أنت جوابت بس في شئ شبيه في عامس أصلاح ثلاثة أي ستة هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها يصنعها بس هو بجاوب بعد أن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره يعبيده الأنبياء لأنه فكرة البلية عارف البلوة نحن نحبك كل اللي يقرأيه لكل بلوة وراها ربنا وصداني تاني ده من الأسئلة اللي خد مني وقت كتير وعدت أدرس كلمة البلية وهقول تاني لكل مشاهد اوه هتفكر أن المقصود بالبلية أي بلوة يبقى الرب عمالها أبدا دي برضو كان المقصود بها السابي السابي تتكلم على سيادة الله كمان وصداني اللي بقابليها أه سداني مسيكة النص فصصته حتة حتة لأن في آية 3 يقول هل يسير اثنان إن لم يتواعد هل يزنجر الأسد في الوعر وليس له فريسة مين الأسد ومين الفريسة مين الاتنين اللي بيتواعد لما قريت القراءة والخلفيات عموس كتب قبل السابي قبل السابي شايف إسرائيل بتنحدر إلى الفساد والشر وشايف أشور بيتقدم وبيتوحش وهو شاف بعين الرائي عين الرائي دي بتنزل في الوحل والطين وأشور البلد الشرير بيتقدم ويتوحش فقال لنفسه وده موجود كتير في كل عموس نتيجة شركه الرب هيبتليكه هتحصده في بلوة جاية عليك وإيه البلوة؟ هل يسير إثنان إن لم يتوعده؟ فيه أسد وفيه فريسة مين الإثنان؟ هي أشور اللي بتتقدم وإنتوا نازلين هم الأسد وإنتوا الفريسة وإنتوا الفريسة وهقول لكل مشاهد رغم أني أشور سابة بني إسرائيل بقراته الحرة إلا أن الرب صاحب السلطان يلويل لأشور قضيب غضبي يا سلام يا رب قضيب غضبك؟ آه وهي عقبهم لأن عملوا ده بإرادتهم الحرة بس لأنه هو صاحب السلطان على كل الأحداث استخدم أشور لعقاب بني إسرائيل أداء آه يعني فبقول تاني البلية المقصود هنا هي السابي الاتنين اللي يسيران معا تعازم آشور وفساد بني إسرائيل مع أنه عاموس كان يعني شخص بسيط آه يعني عنده فلاح بيشتغل في الجميز وبيرعى الغنم آه وكان جن بيت لحم آه في منطقة اسمه تقوع يعني كان في منطقة يهوذة لكن عم يتنبأ على إسرائيل بس تمتع وانت بتشرح دايما بأمانة في المواقع والأماكن وغيره بلدك وعرفها بالتفصيل بعدها يعلمين كان يفكر أنه إسرائيل رح تصل لهذا الوضع بعدين بالصحاح التالت منشوف والتاني والتالت الويلات على كل المدن المحيطة في إسرائيل ويهودة وبعدين بتشوف أعاقبكم ضعفان صحاح على يهودة وإسرائيل بسبب خطايا منرجع على التأديب والعقاب أنه ضعفين دايما عن أي شعب اللي كان مجاور لإسرائيل أسيس إحنا يمكن معنا شيء تلت دقايق كفى الله الشر من الألم لماذا يسمح الله بالألم الشخص المتقلم اللي عم فعلا بخوض هذه المعركة شو بدأ كده نفسي أقول له سد في حكمة ربنا كل واحدة كان نفسي شرح وفي صلاح الله وفي توقيت الله دي أمور جمل صغيرة ومهمة جدا بس كبيرة كل واحدة عايزة شرح سداني حلقة لكن الحاجة الرابعة اللي أضيفها عشان تبها جديدة تعامل إيجابيا مع الألم إيه اللي أقصده بتعامل إيجابيا في الأول جاتني أزمة جاني ظرف صعب تجربة فده لا يخليني أشك أبدا في صلاحه ولا في حكمته ولا في أمانته ولا في محبته وكمان أستقبلها وأتفاعل إيجابيا وهنا الفرق بين واحد وواحد وأدي نمازج بسيطة لما أجي أخد واحد زي نيك نيك بلا إيدي بلا رجلين وصل إلى منتهى اليأس الكامل وحاول ينتحر لكن في يوم قاعد قدام الرب وهو قال قال لقد عرفت الهدف من وجودي أنا موجود ليه وعرفت السبب ليه أنا معوج بالشكل ده يوم ما أدرك أنا عرفت ليه وأنا موجود ليه انطلق لإرسالية كبيرة جدا النهاردة تفاعل مع الألم ومع الشوكة بصورة إيجابية النهاردة نشوف نيك بيعمل بيغير في العالم نعم طبعا سبقوا الرسول بوليس بوليس كان عنده شوكة قال وشوكاتي التي في جسدي لم تصدروا بها ولا كرهتموها لكن قدر يتفاعل إيجابيا ويعوزني الوقت لو حكيت عن جوني إيريكسون عملت هيلين كيلر عملت قدية فبقول تفاعل إيجابيا بدل ما تقعد ترثي لذاتك وتشكي الزمن وتشك في صلاح الله والنتيجة هتحبط وتتدمر تفاعل إيجابيا وانت واسق في محبته وحكمته وسلطانه هيعمل بك عمل عظيم جدا ودائما بقول يعني اللي هي في غلاطية ثلاثة واحد يسوع المسلوب المرسوم أمام عيونكم في أي زرف في أي مشكلة بتمر فيها تخيل أنت كم تألم المسيح من أجلك ومن أجلي فخليها زي هيك نصب عنيك يسوع المرسوم أمام مصلوب مرسوم أمام عيونكم أسيس عزة شكرا كتير ربني باركك ربني كافأك ربني أويك على تعب محبتك ويستخدمك أكتر ده امتياز وشرف قد تولي كبير جدا خلينا نتذكر عدة أمور في النهاية لو أنت بتمر في الألم الله بيسمح عشان يخزي الشيطان بيستخدم الناس الناطج القدعان ومرات بيمتحن الإيمان ومرات كتير عشان يحرر الإنسان تمكبل بشيء معين لازم يحررك منه بس دايما 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 الله بيتمجد بإعلان بولوس يعني فهم كفاية الله من خلال ألمه ودايما فيه إعلانات مجيدة حتى من خلال الألم شيء آخر إن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا إحنا عايشين مؤقت على هذه الأرض وتذكر أن الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطعون بل يجعل مع التجربة المنفذ المناسب لكي تقدر أن تحتمله الله بيعطيك يعني منفذ شيء آخر ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير تذكر أن كل أمور حياتك رح تتحول للخير الرب يحميك الرب يطلعك من الظرف اللي أنت فيه الرب يباركك ونحب نسمع منك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر